هنا قصة غريبة لما عايز انت من الحكومات العربية تقفضلك سعر البترول بزيادة انتاجه يعني بعد ما رحت الفنزويلا علشان تعمل الحكاية دي وبعرفتش انت اعلامك ومركز البحث الغربية وامريكية عنك بتهاجم بعنف وبضراوة الامير محمد بن سلمان مع كل اجراءاته الاصلاحية وفي نفس الوقت بتحي وتعظم الاخوان المسلمين وبتلتزم بنظرة الاخوان المسلمين للمنطقة سواء لمصر او للسعودية او للامارات في ايه يعني ما تقول ليش انا بقى المسؤول العربي ما تقول ليش بكالب بلسان ما تقول ليش انه عشان حقوق الانسان احنا مش هنلعب على بعض حقوق انسان ايه ما كل حقوق الانسان دي تم انتهاكه والعرب حلفاء لا امريكا عادي يعني وامريكا انتهكت كل الحقوق العربية وهم حلفاء مع بعض برضو وجزوات وضرب وكل الانتهاكات دي فما تقول ليش هو إنسان لأن حلفاءك في إفريقيا وحلفاءك حتى في أسيا وحلفاءك في العرب طول عمرهم أنت بتعمل انقلابات على الحكام الديمقراطيين في أمريكا اللاتينية واجيب حكام ديكتاتوريين الله يرحم يعني بينه شيء واللي عملته في الليمبيا حني هنهزر فما تقول ليش أمريكا منصيرة حقوق إنسان آه بتجرب حول الإنسان ونتجرب معها سوا لكن ساعة الواقع يعني طب بلاش إيران بقى هي اللي بتلتزم حول الإنسان اللي راح تتفاوض وصعد معها وهتديها الامتياز أنا بكلم بصوت المسؤول العربي لسه وبتديها الامتيازات دي وبترجحها تاني للساحة الدولية وبترفعنا العقوبات مختلف حول الإنسان طب استجابتلك لحوق إنسان واحد ده كل شيء تقبضلك على واحد أجنبي أمريطاني يمكن مش عارف من أصل فرنساوي يمكن وطول عليه جاسوس وتقعد تتفاوض عليه ثلاثة أربع سنين عميان في السجن لغاية ما تفرج عنه مقابل زي ما أفرجت عن البريطانية اللي من أصل إيراني مقابل ربعمية حاجة واربعين مليون استرليني كان محجوزين في انجلترا من أموال إيرانيين إذن مش بتدحو إنسان فمتعملهمش علينا وهي إسرائيل نفسها بتدحو إنسان طبعا إسرائيل دولة ديمقراطية من وجهة نظرك ماشي فيها حورية رأي وتعبير جايز فيها انتخابات حورة نازية قطعا فيها تداول سلطة جميل هنا فيها انتهاكات لحقوق إنسان طبعا وجراء الحرب ضد الفلسطينيين ومع ذلك أنت عادي يعني ما عندكش مشكلة ليه أنا علي يعني ليه أنت ليه مصمم عندي عشان دي أجندة الإخوات المحتكرين دوائرك والمتنفذين في قراراتك طب خلاص بقا في الحالة دي لقى العرب نفسهم مع بقى إيه وإحنا نقول بقى لروسيا لأمريكا وليه هو كانت عملية لإيه أمريكا فبقى السؤال هنا ولأول مرة في التاريخ العربي رئيس أمريكي بيتصل يطلب حاكم عرب حاكم عربي ومش فاضي قلونه مش موجود أصلا أنا ما احتجتكش فيها خلاص بقا وساعة ما ما احتجتك في الأكش وبتغزلني وبستنزفني وبتضغط علي وما بتدنيش حاجة العكس بقى أنا فلوسي رميها عندك في أرصدة في أمريكا لو سحبتها أوقعك يعني الغاز والبترول اللي عندي لو قفلت الحنفية شوية يعني هتتقيق دما مجتمعاتك الاقتصادية هناك فعلى إيه على إيه النسر الأمريكي ده اتنفى شريشه قدام التعقل العربي والنظرة إلى الأمور كلها على بعضها أمريكا بلد مهمة جدا عن فكرة ده مش انتقاص من أهمية أمريكا ده قراءة للمشهد زي ما تشاف بقى أهمية أمريكا تودينا الفين تودينا إلى أن احنا نغاضب روسيا نزعها للصين ومين قال لك أن الصين وروسيا دولا مش بأهمية أمريكا ومش ممكن يدعمونا زي ما بتدعمنا أمريكا واحسن واكتر طب ما احنا شافين أمريكا هو مش قدرة تفرض إرادتها لا لا على روسيا ولا على الصين طب ما من حلفاء روسيا والصين ليه ما من حلفاء أمريكا ترجمة نانسي قنقر